أخونا يقول أعاني من مشكلة الشك في الوضوء فأنا أعيد الوضوء أكثر من مرة خاشية أن يكون الماء ولم يصل إلى كل الأعضاء وأيضا في قرارة نفسي إذا قرأت السور أثناء الصلاة أكثر من مرة وأحيانا أشعر بهموم وحزن وقلق فأرشدوني إلى الحل الأمثل لمجاوزة حالة هذه جزاكم الله خير حالة السائل هذه حالة وسواج ومرض النفسي نسأل الله لنا وله الشفاء والعافية عليه بالإكثار من ذكر الله والتعاود من الشيطان وعليه بالترك هذا الشيء وعدم الالتفات إليه وعدم الاهتمام به وسيزول بإذن الله أما إذا تفاعل معه أهمه فإنه يزيد عليه الشر ويزيد عليه الوسواس لكن إذا رفضه وتركه ولم يلتفت إليه فإنه يخف عنه بإذن الله إلى أن يزول مع الاستعاذ بالله من الشيطان ومع الإكثار من ذكر الله لأن ذكر الله يطرد الشيطان وتلاوة القرآن هي أعظم الذكر الذي يطرد الشيطان إنما يتسلط الشيطان عن الإنسان إذا غفل عن ذكر الله ولهذا سماه الله أو وصفه الله بأنه وسواس خنس وسواس إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وخناس إذا ذكر المسلم ربه عز وجل فإنه ينخنس ويبتع